اهلا بكم جديد في حصة مغاربية تسعى ريباط ومدريد لتجاوز خلافاتهما وإذابة الجليد في العلاقات بين البلدين واستعادة الثقة المفقودة وفق منظور جديد ومتوازن وفي هذا الإطار استدعى القضاء الإسباني وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا جونزالي ثلايا للاستماع إلى شهادتها بشأن احتمال تورطها في السماح لإبراهيم غالي زعيم ما تسمى جبهة البوليساريو بالدخول إلى الأراضي الإسبانية بهوية المزورة وكانت مصادر إسبانية أشارت إلى اعتراف مدير ديوان الوزيرة السابقة كاميلو فيارينو بأنها أمرته بترتيب عملية استقبال إبراهيم غالي والسماح بدخوله إلى التراب الإسباني على الرغم من حمله هوية مزيفة مسؤولة الدبلوماسية الإسبانية السابقة أرانشا جونزاليس مدعوة للمثول أمام القضاء على خلفية تورطها في قضية إدخال إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا بوثائق مزورة الدخول الذي أدخل العلاقات بين مادريد والرباط إلى مرحلة من التوتري الغير مسبوق القاضي مؤخرا وبناء على مذكرة تقدم بها محامي إسباني تمت إدانة الوزيرة السابقة على أسس أنها كانت متورطة مع مدير ديوانها وأيضا أفراد من الجيش أعتقد بالنسبة للمغرب هذا يشكل حدث مهم لأنه منذ التعديل الحكومي الذي ترأى على التشكيل الحكومي التي ترأسها بيدرو سانشيس رئيس الحكومة كان هناك نوع من انفراج نسبة الأقل على مستوى الخطاب استدعاء وزيرة الخارجية المقالة ومساعدها الأول إلى جانب نائبة رئيس الوزراء الإسباني السابقة كارمن كالفو يتزامن وتوجه حكومتي البلدين إلى تجاوز الأزمة الدبلوماسية وإعطاء فرصة لإنهاء التوتر خاصة بعد خطاب العاحل المغربي الملك محمد السادس الأخير إضافة إلى الثوابث التقليدية التي ترتكز عليها نحرص اليوم على تأزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارعين الدلال الأولى الدلالة السياسية ربما تندرج في إطار تقارب وجهات نظر بين المملكة المغربية والجارع الإسبانية والدلالة الثانية هي دلالة قضائية أعتقد أن القضاء الإسباني اليوم أمام محكم حقيقي من أجل الانتصار إلى قيم المملكة الإسبانية علاقات بين جارتين تؤكد الحكومة الإسبانية سيرها في الطريق الصحيح لإذابة الجليد في انتظار زيارة مسؤولي الخارجية بها للرباط وتدشين مرحلة جديدة عنوانها إعادة تعريف العلاقات الثنائية عودة المياه إلى مجاريها بين شريكين تقليديين وقبل ذلك استعادة الثقة المفقودة رغبة مشاركة أعلنت حكومة البلدان استعدادهما لتحقيقها وفق منظور جديد ومتوازن فدو المرابطي قناة الغد الرباط ينضم إلينا من الرباط الدكتور عبد الفتاح البلعامشي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياط بمراكش رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أهلا بك معنا في حصة مغاربية دكتور عبد العمشي من الواضح أن إسبانيا تريد إنهاء الأزمة مع المغرب خصوصا بعد خطاب العاهل المغربي لكن هل يكفي الرباط إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية وإحالتها للتحقيق أم أن المغرب ينتظر إجراءات إضافية من مدريدة دعني أقول بداية بأن الأزمة الإسبانية المغربية التي طفت على السطح منذ الثامن عشر من أبريل الماضي إثرى دخول إبراهيم غالي بوثائق مزورة وبهوية منتحلة هي أزمة غير مسبوقة وأدت إلى العديد من البلاغات والبيانات والتصريحات المتبادلة حتى كاد الموضوع يصل إلى أزمة ربما بدون رجعة ولكن أعتقد بأن المفاوضات أو التواصلات التي وقعت بشكل غير رسمي أدت إلى الكثير من التوافقات وأعتقد بأن إسبانيا تعترف بطريقة غير مباشرة بالخطأ الجسيم الذي وقعت فيه من خلال هذا الدخول والذي أدى كذلك إلى ارتفاع أصوات من داخل إسبانيا سواء في مجال حقوق الإنسان أعتقد بأن التداخل بين القانوني والسياسي وبين الدبلوماسي فيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا هو غلب منطق المصلحة ومنطق الشراكة الاستراتيجية سواء من خلال ما أقدمت عليه إسبانيا من تعديل حكومي موسع للحكومة الاشتراكية وإقالة السيدة جونزاليس لايا وأيضا ما عبر عنه جلالة الملك من خلال خطاب ثورة الملك والشعب يوم شينغوشت حينما قال بأن المغرب هو ملتزم بشراكاته وهو حر في احتيار استراتيجيته والتعامل مع قضايات دولية هل تعتقد بأن القضاء الإسباني جاد فعلا في محاكمة الوزيرة السابقة بمعنى هل تتوقع أن يصدر في حقها حكم قضاء إسباني أم أنه مجرد إجراء شكل سوري لاسترضاء المملكة المغربية مهما يكون فاستدعاء القاضي الإسباني في سراقسطة للسيدة وزيرة الخارجية السابقة هو تعبير من خلال القضاء على أنه مستقل والمفروض فيه أن يكون مستقل وأن يحمي ليس العلاقات المغربية الإسبانية ولكن هيبة القضاء الإسباني التي تضررت كثيرا من خلال هذه الأزمة سواء فيما يتعلق بهذه الواقعة أي دخول شخص غريب بوثائق مزورة واختراق الأجهزة الأمنية واختراق الأجواء الإسبانية بطريقة غير مشروعة وهو مسألة خطيرة ثم كذلك هيبة القضاء هي في المحك كذلك فيما يتعلق بإبراهيم غالي نفسه الذي هو متابع بقضايا وكان هناك نوع من السجال في هذا الموضوع في حينه حينما كان هناك بإسبانيا ولكن لم يستمر الموضوع إلى نهايته المهم بالنسبة لنا في هذه اللحظة هذا القضاء الإسباني الذي تصفه بالمستقل كنت أقول لك هذا القضاء الإسباني الذي تصفه بالمستقل والذي يقول الآن بأنه يستدعي الوزيرة السابقة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة للتحقيق في دخول غالي إلى أراضي الإسبانية أما كان من الأولى عليه أن يحقق مع غالي عندما كان موجودا في إسبانيا وكان معروف أين يوجد كيف تفهم هذا الموقف من القضاء الإسباني المستقل بين قصيرين تماما هنا تماما هنا يمكن أن نتحدث عن مجموعة من الأمور المرتبطة بالأبعاد الدبلوماسية أعتقد بأن ما أثير من تداخل بين السياسي والقانوني والدبلوماسي ويؤثر بحيث أن في تلك المرحلة التي لم يتابع فيها إبراهيم غالي بالشكل الذي يجب أن يتابع به كان هناك ليس من قبل المغاربة ولكن من قبل الإسبانيين والإعلام الإسباني والمجتمع الحقوق الإسباني والمجتمع السياسي في المعارضة الإسبانية كذلك بأن الحكومة تؤثر في القضاء وهذا هو مشكل أساسي أمام التراكم الذي حققته إسبانيا في مجال الحريات وفي مجال حقوق الإنسان وفي مجال الدعاء أن لها دولة ديمقراطية تتمتع بكثير من التمييز بين السلط والفصل بين السلط القضائية والتنفيذية وبالتالي فأعتقد أن اليوم أمام هذا الاستدعاء للسيدة وزيرة الخارجية السابقة هو تدارك لما يمكن أن يتدارك فيما يتعلق بالعلاقات المغربية الإسبانية خصوصا إذا علمنا من تقارير إعلامية أن هناك لقاء بين وزير الخارجية المغربي ووزير الخارجية الإسباني بطلب من يوم غد إن شاء الله شكرا لك الدكتور عبد الفتاح البلعامشي من الرباط أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياد بمراكش رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات اشتركوا في القناة